اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جل عن الشريك والنظير هذا هو معنى لا اله الا الله المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة التي قامت من اجلها السماوات والارض ووجدت من اجلها الخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون ومعنى التوهيد لا اله الا الله الشيخ رحمه الله ثلاثي فإن معناها الذي عليه دلت فإن معناها سيلاسه انشه قنن معنى يعني لا اله الا الله معنى الذي معنى كيبي عليه دلت هذا قوين لكين كمه الذي عليه دلت أي الذي دلت عليه شهادة لا اله الا الله فإن معناها الذي عليه دلت يقينا دون شك يعني هذا معنى كيبي لا اله الا الله كان لكي تكينها دن غناء ويكمه هذا ما يتسكي لماذا الشيخ رحمه الله رأي دلت عليه دلت يقينا لأن سرقون من ذكروا معاني كثيرة لمعنى لا اله الا الله لكنها معاني غير صحيحة معاني باطلة معاني ناقصة معاني قاصرة فكان ساب الشيخ رحمه الله وقال أراد أن يلفت نظر طالب العلم أن يعلم أن هذا هو المعنى الصحيح للا اله الا الله بخلاف الذين يقولون عن الله عز وجل وعن معنى هذه الكلمة العظيمة بغير علم أتي رحمه الله وهدت إليه أي فإن معناها الذي هدت إليه يعني لا اله للا اله الا الله كندن لكتكينا فإن معناها لا اله للا معنى الذي معنى عليه للا اله للا اله للا اله كندن كندن وهدت لإليه كتكمانه يعني الليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد منفرد الليس بالحق إله يعبد الليس إله يعبد بالحق الليس إله كمان مان يعبد أغابتني بالحق تطمونا إلا الإله أغاند ألا الواحد تنكبان المنفرد بجمعني الواحد بمعنى الفرد الفرد بمعنى الواحد لكن المنفرد أين تنككيب أغابتني بجمعنى بجميع ما اختص به سبحانه وتعالى إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها الذي دلت عليه وهدت إليه لا معبود بحق إلا الله ما قلت لا معبود إلا الله لا معبود بحق إلا الله ما قلت لا معبود بحق فقد أخرجت فقد أخرجت المعبودات بغير حق يعني بطهون بأنه باطل وغير مراد لكن أمنت لا معبود بحق هذا القيت بحق فقد أخرجت المعبودات الباطلة يعني بده بوننتون أنكم بغير وهذا هو الحق طيب رويتنا أنتم من لا سابوا نصوص نكوب النقري من الصنة من قال لا إله إلا الله من لا ساب غمركم من قال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لأن هذا القيت معروف فيها وهذه ما يعلم جائز لنعم أتي فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد المنفرد كيف يجعل دراغ بالخلق كيف غير والرزق هذا الأحسن والرزق بفتح الراء وعندي والرزق والصواق يعني والرزق يعني بالخلق تتقندي والرزق أدو ورجع وبالتدبير أدو هنجم هذه الثلاثة يعني الخلق الرزق التدبير هذه الثلاثة هي التي عليها مدار التوحيد الربوبية هذه ركائز توحيد الربوبية وهي التي عليها مدار توحيد الربوبية يعني أن الله يعني هو الخالق وحده وهو الرزق وحده وهو مدبر شؤون خلقه وحده سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق ألا أنتم وأن ما يدعون من دونه الباطل يعني هو الباطل أين بكر عنه ذلك وأن الله الله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله معنى لا إله إلا الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق أي لو فرضنا أن مأه إله إذن تعليلية لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم ألا بعض فكيمبرين أعتقد سبحانه وتعالى سبحانه عما يصحون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وهذه الآية أيضا فيها تقرير لمعنى لا إله إلا الله ما اتخذ الله من ولد ألا ما رجل لم من لبيان الجنس أي الله عز وجل منزه عن جنس الولد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبه سبحانه وتعالى ليس بمولود لأحد وليس بوالد لأحد وليس له شبه بأحد تعالى المسبه سبحانه وتعالى الذي يسبهه عباده الصالحون قل هو الله أحد الله صمت لم يلت ولم ولم يولد كذلك الله عز وجل التي أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما أي في السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله التي سبحانه وتعالى فسدتها أي السماوات والأرض كما هو الشأن في الدنيا قل هذا يعني إله غير الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى لفسدت جمعه نيبنه ناسا أبونا كنا له هوي كما له كنا إن تجمه علة سبحانه وتعالى فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسعد عما يفعل وهم يسعدون كذلك الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إذن هذا فيه تقرير معنى لا إله إلا الله والآيات في ذلك كثيرة جدا المقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة قرر بحق معنى لا إله إلا الله أكيد فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد أن ليس بالحق إله يعبد الله سبحانه وتعالى كيمبلين أكي رحمه الله تعالى في بيان شروط هذه الكلمة العظيمة بعد تقرير معناها أتي وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوهي حقا وردت فإنه فإنه لم ينتفع قائلها بالنط إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقت الله لما أحبه أتي وبشروط سبعة قد قيدت لا إله إلا الله قيدت أقري إلا قارو بشروط سبعة في شرك نونيرية وفي نصوص الوهي حقا وردت أي في شرك نونيري لا إله إلا الله لأنني لا إله إلا الله سهنتعون بك إكوننا لا إله إلا الله نهان لأنني أقر جنة شرك نونيرية ما أخذ إلا الإله لا إله إلا الله أمن لا إله إلا الله أمن أمن نفابر أمن لا هل أقول أننا سأخذنا هذا الذي أجلناه؟ ألعبنا في فبريكي؟ لا وفي نصوص الوحي حقا وردت هذه الشروط السبعة أشريك أن يقول بأن لا إله إلا الله لكن يكون هذا الجدد وفي نصوص الوحي الوحي الذي يقومون بها قرآنًا وسنةًا قرآنًا وسنةًا يعني وفي نصوص الوحي حقا وردت نسى بنية أعداء التوحيد من القرافيين والقبوريين هي أن هذه الشروط الشروط السبعة لم ترج في القرآن ولم ترج في السنة أنا مني قرآن نقول أنك شروط لا إله إلا الله سبعة أنا مني فارنبالid نقول أنك شروط لا إله إلا الله سبعة إذن هذه الشروط السبعة يعني لا إله إلا الله إنما هي من ودع الوهابية هكذا يقول القبوريون وكذلك يقوله الدجالون وأعداء السن والتوحيد لكن لا شك أن هذا القول يدل على جهل من قال به نسى بنيهم أنفسهم إن أتي شروط الصلاة إن أتي أركان الصلاة إن أتي واجبات الصلاة إن أتي النواقض الوضوء طيب أين وجدوا هذه الشروط وهذه النواقض أين وجدوها ولم تعطي نصا بهذا الحصر في القرآن وفي السنة إنما توصلوا إلى ذلك عن طريق التتبع والاستقرار في نصوص القرآن والسنة وكذلك الأمر يعني هنك مغادي أيضا شروط لا إله إلا الله إنما ألماء أهل التوحي ألماء أهل السنة والجماعة من الموحدين إن كان لكتك شرط ننيري كذلك لا إله إلا الله من اتي قرآن إنه سنة إنقران ينك فجد قرآن انقر آية من بي أنه قال لك أبن التوحي إن دار لا إله إلا لا ماننها كذلك إجد فعلهم فلسنقر عليه الصلاة والسلام إلى إن أنتي أن هذه الشروط الصبعة دلت عليها القرآن والسنة سيبقى اللقناني أنقلنا قرآن للسنة أنقل قرآن للسنة كم بلن عند الشرط تنكد لا إله إلا الله لنني أنانه بقه إكوهين يريا فلك ذلك ولذلك بعض ألماء السنة ومنهم شيخ بن قاسم رحمه الله جد شيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله قد ذكر شرطا ثامنا وزيد ثامنها أي كفرانك عبالة غير الله عز وجل يعني الكفر بالطاغوت لكن بعض ألماء سنة قالوا إن الكفر بالطاغوت يدخل في ماذا يدخل في شرط الإيمان في شرط العلم وكذلك في شرط الصدق يدخل في شرط الصدق فكأنك لا داعي لذكره مستقلا ثامنه يدخل في شرط لا إله إلا الله كام ثمانية يتمنقاني سيقولنك يعني الكفر بالطاغوت بينك الكفر بالطاغوت من ضمن شرط لا إله إلا الله من علماء أهل السنة سنة من طوانين سنة من طوانين لم ينكروا عليهم في ذلك لكن أصلا كما هتاكي قلنا ناسا بنياكي أو كسابتنه سنيرين وغنيا يعني في أي شرط في شرط الصدق ومن كان صادقا في توهيده لربه سبحانه وتعالى لابد أن يكفر لعبادة غير سبحانه وتعالى وكذلك في شرط العلم يمكن إدراج هذا في شرط العلم لكن أيضا من قال بثمانية إنما قال ذلك من جهة التفصيل أما من قال بسبعة قال من جهة الإجمال إذن لا وجه ولا هجة لمن ينكر كون هذه الشروط الصبعة هي صحيحة لماذا للا إله إلا الله أتي وبشروط سبعة قد قيدت لا إله إلا الله أقاره إذا أقاره يعني في شرط نيري كدو أني كنا ننها ألا سهب كي كنا ننها وفي نصوص الوحي حقا وردت كون شرط نيري إلي وهي قد تنجد إذا نتو وهي ما آينا القرآن والسنة السنة وهي مثل القرآن النبي عليه صلى الله عليه وسلم وفي نهاية سبحانه وتعالى في آية سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو أي ما هو إلا وحي يوهى وما ينطق ما ينطق فعلينا صلى الله عليه وسلم ما منا قاعد إلا منا قاعد وما قاعد سهل بك يمكن لموما إن هو يعني فعلينا سهل منا هو هو إلا وحي ما قاعد وحي ينطق يوهى إلا وحي ونطق النجم عليه الصلاة والسلام وقدارك النبي ميت عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ألا لقرآن كنين ومثله ألا قرآن معه كهن قرآن فالذي أعطيه مع القرآن هو السنة يتلو عليهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الشافع رحمه الله تعالى وقد سمعت من أثق وأرتض بعلمه أن الحكمة إذا قرنت مع الكتاب في كتاب الله فالمراد بالهكمة السنة والمراد بالهكمة السنة واذكرن ما يتلى في بيوت كن من آيات الله والحكمة أي والسنة المقصودة علي رحمة الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوهي حقا وردت كمبلناتي فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها فإنه ضمر الشأن لم ينتفع قائلها لا إله إلا الله كن نمنا أدانه نه لا إله إلا الله كن نها بالنطق تسهن بانك كتيا إلا ما جنت حيث يستكمل هذا شرط يريد من أن النطق فقط لا يكفي في الانتفاع بلا إله إلا الله لا بد أيضا من توفر شروط لا إله إلا الله السبعة التي سينس عليها الشيخ الآن أي ترحيمه الله تعالى العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أهبه العلم هذه شروط السبعة يعني العلم تواغ واليقين على الدنقن والقبول على الدنيا والانقياد هذا تكمل للبيت هذا تكمل للبيت أتي فادر ما هنت أقول وهذا مناسب هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى أكمل البيت بهذا القول لعظم شعنه لأنه أظيم فإذا يحتاج أن ينبه سامعه أن ما يقوله له شيء هيل ولا كبير كبير فلذلك قد صدري ما أقول لا شك هذا وإن كان تكملة للبيت لكنه مناصب للمقام لأن مقام التوحيد ومعرفة شروط لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد مقام عظيم العلم واليقين والقبول والانقياد أرد ما ينقى لك فضر ما هنت أقول كما لك والصدق والإخلاص والمحبة والقنية يعني العلم لا إله إلا الله الذي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهذا خلاف الصدق والإخلاص الخلاسية أيضا هذا خلاف ما عليه المنافقون والمحبة قالوا لا إله إلا الله وَفَقَ وهو تعالى بهذا الأبد خيرا يعني أنها تنكمل أن تألل لها أنها أنت خيريني يعني أنها تنكمل أن تنكمل أن تألل لها أنها أنت خيريني إذا رأيت أن الله عز وجل يوفقك في كل مقام ومكان لما يحبه فهذا دليل إرادته لك بالخير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أتي وكل ميسر لما خلق له وكل ميسر لما خلق له هذه الشروط وأدلتها القرآن والسنة من الكثرة في مكان أتي العلم هذه الشروط السبعة ما من شرط إلا وفي مقابله ما ينافيه إلا وفي مقابله ما ينافيه يعني لا إله إلا أني وفي مقابله ما ينافيه أتي العلم هذا ينافي الجهل العلم هذا ينافي الجهل الذي سبحانه وتعالى فاعلم أمر بالعلم أي آمرك أن تعلم أته أنه إنشاننا لا إله إلا الله ندبر أن هذا التوم منه فقاند الله سبحانه وتعالى إذن لا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله ناس ونالذي فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم نما لغاتون كمها فاعلم أتو نما لغاتون أنه لا إله إلا الله إذن هذا دليل من القرآن على أن من شروط لا إله إلا الله الإلعلم بمعنى أن توعون كيف limitarine طيب ما معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله منظوما ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أدتي فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه الليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير يعني هذا معنى لا إله إلا الله بالاختصار أي أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى كان هناك العلم وهذا ينافي الجهل ودليل العلم قوله سبحانه وتعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله وكذلك من أدلة العلم في كتاب الله عز وجل أين الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق الحق هنا لا إله إلا الله لأنه لا حق أحق منها لا حق أحق من لا إله إلا الله فأتي إلا من شهد بالحق ما قلت تأمي بقصيرة التمونا أي آمن بها وهم يعلمون وآمن به وهم يعلمون أي معنى أي وعنى لا إله إلا الله ما نعنى يواجه كيمبلين أتي اليقين ضم في الحديث آية فارنغة عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم في حديث أثمان في الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة إذن يا أبا ماريام دليل العلم من القرآن قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله وكذلك قوله سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون طيب والدليل من السنة حديث أثمان في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم وهو يعلم هذا دليل العلم وهو يعلم أي فيها لكونه يعلم أنه لا إله إلا الله النبثي دخل الجنة أي أن دخوله الجنة متحقق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعبر عن ذلك بالخبر وكذلك بالماضي الذي يذل على تحقق الوقوع أدتي واليقين اليقين المنافي للشك اليقين في مقابل اليقين الشك ولا يكون شاكاً أنتظرنا سكانيه لكن الدنقناغنة لا إله إلا الله ولذلك الله عز وجل قال في وصف إباده المؤمنين أنه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتعبوا أي لكمال علمهم بما آمنوا به الذي هو لا إله إلا الله لكمال علمهم بهذا لم يرتعبوا يعني إما سكه وأتى بإنما الذي يذل على الحصر والقصر وهذا يدل على أن هذا من خاصة خصال أهل الإيمان أي أن اليقين بالله سبحانه وتعالى وعدم الشك والارتياب وعدم الشك والارتياب أتي إنما المؤمنون مؤمنون عننا يمون دنيا يمون يمون أمنوا إذا تموند بالله تعالى ورسوله أدو إهاره أي لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لم يرتعبوا كم بلنا يمسك كده كي هون إذا تموند كنا وعلى رأسه لا إله إلا الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كي نساب الله عز وجل في آخر هذه الآية أولئك هم المؤمنون حقا وهذا له مناسبة ببدء الآية بإنما الذي يذل على الحصر والقصر أتي أولئك يعني كم محمد رسولة قولونا هم الصادقون كنين تمونتون كنين أن ينجي مورم كنين تمونتون كنين أن ينجي مورم وكذلك الله عز وجل إذن إنما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم أي شكت يسند منشكة إذن الشك خلاف ماذا اليقين التي سبحانه وتعالى فهم في ريبهم يترددون يعني كنين في ريبهم إذن كاكت فكندك أن القائل لا إله إلا الله لابد أن يكون موقنا بها لابد أن تكون موقنا صادقا بلا إله إلا الله أعرف حديث أبي فران رضي الله عنه في الصحيح أتي فارنت عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دفل الجنة نسأل الله من فضله أتي ننتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كومي سنتا أن أعجيك من جمع لما أغنطكنا أقعلا جمع لما أغنطكنا أنه غير الشاك وهذا فيه إشتراط اليقين بهذه الشهادة أتي إلا دفل الجنة ما أغنطك من أرون الجنة وكذلك في القبول أغنطي والقبول أي أني أن الدنيا لا إله إلا الله لا يناوته وأدم ردها أني أنت سألن أورد بعد مقتضياتها ما كيف نأمره ننجق سألن أتي أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون التي سبحانه وتعالى وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم أتي وقفوهم يعني على الصراط إنهم مسؤولون ما قالتنا سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أي أنت ينمك بن تقديد التونيا أي بالكفر بلا إله إلا الله وبالشرك وبعدم التوحيد وبعدم الأخذ وبعدم الأخذ بلا إله إلا الله أتي أحشرهم بمن يجمعوهم قال كهم ما يقال إذن كونه ألق جهوه بات ألا تنن فهدوهم إلى صراط الجحيم كتا جهيم آلين بيننا كم بلنا أتي وقفوهم قد سيقنني يعني على قول جمهور المبصرين على الصراط الصراط كما لماذا الذي سبحانه وتعالى إنهم مسؤولون يعني كوني ترليموني فكيم بلنا أريد في آخر الآية إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقولوا لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ويقولون أئنا لتارف آلهتنا لشاعر مجنون يقولون هذا مستهزئين بي نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام وكذلك أغطيئ الإنقياد هذا المنافل للترك يعني كل من ترك الأخذ بلا إله إلا الله وكل من ترك لا إله إلا الله فإنه لم ينقذ له ومن لم ينقذ للا إله إلا الله فليس بمؤمن بها التي سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فنقذ قايا لما أي وانقادوا له سبحانه وتعالى التي سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أي لا أهد يمسون تنوني ومن أحسن دينا يمسون تنون ومن ألنقم من دينا ممن دينا يمسون أسلم وجهه لله أغليس وأنقايا أعلى لا وهو لها لكن كما محسن سن تيمني والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك أتي رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك أكما ما أتيجي بالعوة الوسقى التي سبحانه وتعالى الذي سبحانه وتعالى وإلى الله راقبة العمور كذلك كذلك هذا في الصدق وهذا المنافي للكذب الصدق هذا المنافي للكذب يعني الصدق تقولون أين المنافي كيف أن أتننتي أذقة لنقال التي سبحانه وتعالى التي سبحانه وتعالى ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين الصادقوا وليعلمن الكاذبين يعني الصدق يعني الاتزام بلا إله إلا الله وكذلك بكل مقتضياته ومتطلباته أردنانا هي قغط المغسو وليعلمن قلانك لكينك اللي مغسو لكن لا بد أن تصفر كذلك التي سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخاضعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون كذلك شيرك رحمه الله تعالى الإخلاص الإخلاص عين خلاصه فمن قال لا إله إلا الله سيبقى لا إله إلا الله كندقين أنتاك من ننقى وانتا خلاصني ألا لمن عالنا ألا يسمور فين قل دي أدو يكوني سيون إجهيبينينا أدو يجهيبينينا أدو يجهيبيني تقولون التي سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص ما يارد لنمك خلاص دي كنت الله رباه بلا إن كان الله سبحانه وتعالى كذلك الله عز وجل وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله اللبت مخلصا له الدين لها لقلاص نجننا ديننا ألا لمن سبحانه وتعالى وأيضا الآيات في الباب كثيرة كذلك الشيء أنت رحمه الله تعالى والمحبة المحبة يعني لهذه الكلمة ألا لا إله إلا الله أن تحب لا إله إلا الله أن الله لا إله إلا الله ومحبتك للا إله إلا الله تقتضي محبتك لأهل لا إله إلا الله أين لا إله إلا لا دنكونوا أن اللهية ألو لا إله إلا الله مورهين سب أن اللهية أو كمنا امتثال الأوامر والشناب النواهي ومحبة أولياء الله ومعادات أعداء الله التي سبحانه وتعالى التي سبحانه وتعالى يحبونهم كهب الله والذين عامنوا أشد حبا لله يا أيها الذين عامنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهلون في صبيل الله ولا يخافون لوم تدائم طيب سنكتفي هنا سنكتفي بهذا ثم في الدرس القادم غدا بإذن الله نتعرض لذكر علامات حب العبد لربه لأن الدعاوى في هذا الباب كثيرة فالدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأبناؤها أدعياء نسأل الله أز وجل أن يرزقنا محبته وأن يجعلنا من أهل محبته وأن يكرمنا بذلك والحمد لله رب العالمين ها ها ايه خلاصة قدر معروف ها معناه معروف يا عمر الله على غدا إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر